أيها الأحرار العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الأحرار العرب في كل بقاع العالم العربي خاصة تونس ألف مبروك لتونس بفوز قيس سعيد حسب الفرز الأول للنتائج حسب الاستطلاعات لم تعلن حتى هذه اللحظة لكن وكالات الأنباء أعلنت أن النتائج الأولية بتقول زي سيجما جونساي بتقول لصبر الأراء قيس سعيد يفوز بنسبة 76% في الرئاسات أو الرئاسيات التونسية مقابل 23% لنبيل قروي أي أن كانت النتيجة لكن لن تبتعد المؤسسة دي من أول ما بدأت الانتخابات التونسية كل نتائجها لم تسقط حتى الآن فبكده يعني إذا كان عندنا ثقة في هذه المؤسسة السيجما كونساي في أن كل نتائجها الحقيقة كانت مطابقة للنتائج النهائية فمعنى كده أن قيس سعيد أو السيد أو الدكتور أو المدرس قيس سعيد أو أستاذ القانون قيس سعيد أو الحر قيس سعيد أو اللي بدون أجندات وبدون أحزاب وبدون ظهير سياسي قيس سعيد فاز بنسبة كم؟ 73%؟ 76%؟ ونبيل قروي 23%؟ أنا توقعت النتيجة دي ويشهد على كلامي ده ربنا أولا ومعتز مطر سانيا لأنه كنا بنتفرج على المناظرة دي أنا ومعتز وقلت له المناظرة دي لو كان نبيل قروي في السجن لحد دوقتي كان أفضله لأنه في المناظرة دي أضع على كل احتمالاته في الانتخابات دي وبالتالي اللي نجح حقيقة الأمر هو الشعب التونسي أي أن كان بقى قيس سعيد كويس قيس سعيد وحش نبيل قروي وحش نبيل قروي وحش نبيل قروي وحش مش مهم لكن ده تالت رئيس يتم انتخابه في تونس حتى الآن بينما إحنا لبسته السيسي مش طالع منكم مش طالع ليه بعد ما باركنا للتوانسة مش مهم بقى قيس سعيد أو نبيل قروي أو غيره الآخر بنبالك للشعب التونسي أنه بيمارس حقه الديمقراطي